لقائنا بكم مستمعين مازال مستمر غاديمشي مباشرة الاسبوع لخصصنا الحلويات والشيوات من عند حافظة المكنس اختصاص يفطبخ والحلويات اهلا بك حافظة الحمد لله الله يبارك فيك تمنى تكون على خير شاء الله بارك الله فيك تحية صباح ياليك الجميع المتعين شكرا بارك الله فيك صباح مبروك وماشاء الله عليك عندك واحد محبة مجميع الناس والشيكين لما عليك ماشاء الله وما تسميك هناك نسميك نويرا دميد غاديو لالاختك بارك الله فيك الله حافظة من امينة اللي تعرفت عليها ام كتام وياسمين من اقادير اقادير اتصلت بيا يعني مش فضع لي حتى كنت كانت منها نتعرف عليها بشقيات طبقتني وكنشكر عم هاد المبنبر ونعيمة ام عابير وجميع جميع جميع المستمعات ما شاء الله عليهم ايه ونعيمة ام عليا وعابير يعني كل مرة كثفت ليها مساج كدو يالله يخليك محافظة ان شاء الله مرة اخرى تدوز معنا كنقول لها رهيت سني عيد دورت دور شوية وهنا معك ولكن الحمد لله ايهbackground ya ربي امين ما كييجمعنا ليهم بشكل حظة الى الخ龙 كي الحمد لله انه يعني كان تعطوهم وفعلا كانت اعطوهم لاك من قلبتم انه ما كنخفدي وياس الشيكيوصن الحمدلله نبدو على بركتي الله تفضلي نبدو ان شاء الله كانوا نتطلبوني ندرك لكانابي فيمي بلاتات فيمي ايه وخم هنكملهم ان شاء الله نعتهم نص طريقات دياللي وجدنا بها البنديمي البرحي ايه خبزي التوست نتوقعهم طريفة صغار نت وكل دائرة ديال الكانابي كان دهنوها بشوية ديال الموتار نأخذ الكبار لدانت فيمي يكونوا جاهزين نقطعهم شرائط طويلة وكيكون مربع نقطع شرائط طويلة كل شاريط نقطعه وكيبقى الويوي على نفسه سوف نبرموه نعم من يتبرمه يتصعد يجعلوني واحدة دائرة بحج كل وريدة هذه الوريدة نحطها في الدائرة ديال البرحيات وكتلسق مع الموتار نكمله حتى نديره وريدة في الغسط وكيبقى الجواني بوريدة كيجينا بحل بوكي في الدائرة موخة من بيت كان قلت واحد شوية ديال اللوز مقلي مالش كيكون مالش مقلي وكان هرمشو دياله وكان شطو فوق ديال الوريدات ديالتين فيمي كيجينا بحل بوكي ديال في الدائرة موخة اوه المترجم للقياس المترجم للقياس المترجم للقياس المترجم للقياس المترجم للقياس المترجم للقياس يعني الطحين والساندة يكون في نفس القياس نحتاج لهذه الجنواز نحتاج 60 قرام ديال الطحين المغربل 20 قرام الكاكاو 80 قرام ديالساندة وبعاد البيضات شوية للملح نخلط البيض والساندة عشرات ديال بقايق حتى سيرجع اللون دياله ببيض وقيتباع في الحجم دياله من البيض نزيده الطحين والكاكاو يكونوا مخلطين مغربلين ونخلطهم من تحت السوق باش نتضليناش الخالد سمحتها حافظة مستمع البارح في الاسمائس سولات يعني بسات الاسمائس كتسول لاش لجنواز كتلصق لها إلا عندك شي ملاحظات بنسبة لجنواز كتلصق لها في اللاطا من لك تبغي مثلا من لك تخرجها من الفران ورد المثال بارح نعنا نعودها نشاء الله عاودي لك طريقة كيف تدري ذلك المنديل كنت هنا اللاطا مربع تزيد أو دائرية على حساب كنت بغا تزيدها باللاطا أولا كنت هنا بزيد ونفرشوها بورق سلفيليزي بورق سلفيليزي اللي احطينا ونضغوه ندهنه بالزيد وبحين يعني ندهنوا اللاطا ونضغوه الكاريت وفي نفس الوقت هدا الكاريت ندهنه من فوق بالزيد حيث ندهنه الزيد من السح كنت بقنا الكاريت ونبقش يمشي لنا من بعد هو ونضغوه بالزيد ونرشوه بحين مزيان ونحيده الفائد بحين ينضغو الكيكا نصبه الخالق وما تخاف السيدة كنت تدخلها الفران عشرات دقايق غير ما تحملها بالزيد من بعد مني كان بحين نحيدها ما كان دلها بالزيف كان نحيده على ثاني كارت ورق سلفيليزي اخر واخر كان ندهنه بالزيد ايا وخا وكان قلبه شلوه دينا مني كان تحيد الورق لألف كتحيد بسهولة وتحت ثاني كنت هو على ثاني اني ما تخافش منه ايا وخا كنت تحيد منه بيانا منذ كان نقلبه فيها دينا ونخليه هاتي برد مزيان كان نجلبه ايطار دائري كبير في القياه دينا دينا ودك الاتار يكون تشتده كل سوطا اخت ورق دابي حيث ايا كنت نذرد شيء بيانا ايا ما لقدش سيدا الكاري كبير دينا وكتقطعه بالسركل نحس نحسب القياس دينا ايطار ايا 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 في هذه القياس تكون لدينا جنواز كبيرة وهم جنواز صغيرة جنواز متوسطة بعد ذلك نأخذه لأخذ المكادير كان يكفينا ثلاثة دينا التي تخط ايا واخه لأخذنا فيها 400 كرام ذبدا 400 جرام ثانيدة وضعوهم فوق الإناء الزجاجي وضعوهم إلى حمام مريم حتى يدبو من البيت كانزيدو 8 ديال أصفر البيت مع التحرك المستمر باش مكيتبلينش البيت كانت تربضوا كسفر البيت وكانزيدوهم إلى الزبدال العباء و 400 جرام ثانيدة اللي وضعناه فوق حمام مريم وكانزيدو نخلطوه نخلطوه مزيان باش مكيتبلينش من البيت كانزيدو عليهم عاصر ديال بعد الحمضات المستمر باش مرشلينه ايه فوق النار مهيلا وحنا نحرك الخالد ومدة خمسة ديال البقائك من بعد سنبعده منه ونخلطوه نساعة ومرا امرا نحرك من أجل البيت كانت نخلطوه يبرد ثاند نخلطوه ناخده 3 ديال الكريم شونتي نضربوه مع واحدة رول لارد الحليب عادي سائل ونرى نضيفه لنا سكر لا والذي يكون لفكه نضيفه على الخليط الاول من سنفه لتتمنزج العناصر نضيفه على العصر الحمد يكون بارد لا يكون سخون باش ما ترتنش لك اي 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 اخا من البيت كالقرطو كانوا يوجدوا القلاساج القلاساج عدنا فيه 500 قرام ديال النباج وجوج معالك اكبار ديال غلوكوز عامره 250 قرام شكولات بيض ريش عدنا 4 ديال الوراق ديال الجيلاتين بالنسبة لها القلاساج عدنا 500 قرام ديال النباج وجوج معالك اكبار غلوكوز عامرين وعدنا 250 قرام شكولات بيضاء تكون مشكوكة ونبعد اوراق الجيلاتين هذه القلاسة اللي اللي بغينا بحلقة سيعتنا لكوله غباج بغينا نكون عندنا بيض ناصح كنزيدهم معلقة صغيرة ديال الملوين ابيض خارج النار الحمام مريم كنخلطوه النباج والغلوكوز وتي مستفيدة كنزقلك الغلوكوز ميكان نجينج بدهم المعلقة تكون مفقلها في الدم تريد دات قطوح بالاناة في الماء وتريد دها في الماء وتحيد الجلوكوز من العاقة تحيد بسهولة حتى يبدو شي ينفقوه اتنا كنخلطوه النباج والغلوكوز وكنحلكو من بيت كنزيدو شكولات صافير كنت فيو النار حتى تتمزج العنس 500 قرام ديال النباج والجمعة بالغلوكوز فوق النار يتمزجوه وكنحيدوه وخارج النار كنزيدو شكولات ابيض يكون مشكوك وكيدو بلنا الشكولات غبصات ديال جلوة الخالط وكنزيدو ربعا ديالوراق الجيلاتين كنكونو ديجا مرطبينهم في الماء منخليوهم مش بزا يعني فوق اللي نحتاجوه وكننرطبوهم ايه شكيبقى محافظة على المواد اللي فيها ومعصروهم مزيان كنرميهم في ذاك الخالط كيكون سخون صفيف كيدو بحدياتهم وهذا الخالط كنخليه وحتى هو يعقده يعني كيكون سائل ايه 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 هي ودخلو الكلجة نصفłam يعني فقط يعني نصفح كنخلاجوها المذوقذ ايه نأخذ شبكة نأخذ شبكة في الصب يكون داخل كلاجة نأخذ السيدة ونضع الشلواء المفرشة ونصبع هذا القلاس هذا القلاس نجمعه من الشبكة ونرده نصخنه نأخذ شكولات نحركه ونضعه في العلبة ونضع لونه حاسي ونحركه ونضع لونه حاسي لا يقع بأنه شكولات ننصقه على الدائرة الكبيرة من الجوانب نحركه ونقبطه على سني ونضع لونه الملمع الفضي نحركه ونحركه جيد ونبسوها في الجوانب فقط في البائرة الوسطانية ندوزو البائرة الصغيرة نجيبو عوثاني هذا الفرميسيل وندرلو الملماء البابي وننرشو عوثاني في الجوانب من بعد نرشوها بشوي يكن يسقي قليلا بشكل قليلا بشكل قليلا ومن فوق ديال الشلوى نجيبو ديال الموتيف ديال المغيية ريس اه هريس اهل حسب مناسبة فعلا انت كنو زويني هدوك نحتوها من الفوق صحا الله نعطيك مشكور لها التخت ديال المناسبات تبارك الله عليك بسطين الطريقة نتبع المراحيل كيف معه سهلا ايه سهلا سحا نعطيك لما بغايتش سيدا ديال القلاسج وفوقها نعطيك لبات ديال لبات دامونت ايا وخه لما بغايتش سيدا ديال القلاسج نعطيها الباردامون ديال الباتيسخي يعني مشكورين لتخيطر ميلانو سراد يعني أصدقاء ما شاء الله علي الله يعني مشروع ديالهم ناجح ضيكم من اليوم يا ربئي ايه ان شاء الله عدنا 40 قرام ديال الاسل 20 قرام ديال غلوكوز 90 قرام ديال الماء 180 قرام ثانية و 375 قرام ديال اللوز ومشصخ ومطحون واللوز يكون ناش فيني بايت ليلة كاملة ناشف مزيان باش ما تلقناش الماعد كان طحنة في كاثرنا عال ديال الباماغي كناخدو العسل العفل الالو ونزيدو عليه كناخدو 40 قرام ديال كنزيدو عليه 20 قرام ديال غلوكوز 90 قرام الماء 80 قرام ثانية حتى يغلو ويعود من بلد كنزيدو عليهم اللوز كنحلكم زيان كنطفروا النار وخارج النار كنزيدو الملوية الدقيات اللي بغا تشوف السيدة اللون دياله سافيك نحتفظو بيها شوية على ما تشدرسها وكتصبها ديال الباد دامون يقدل السيدة ديالك لاتحت كتتصح مزيان ميه؟ تصدقنا بشوية ديال نباج كتصدق شوية ديال نباج وكتخرج هاد عاجل اللوز ديال هالي وجدتها وكتسطوقها ما بين الجوش ديال البلاستيك بلاستيكات ايه بش تحكم فيها وخا تتلقها تسكن كبيرة وكتسا ما تخاش تلويها على الالتلك تتلويها نسا وتحتها مباشرة رفق ديالاتا وكتسبرك لها الجناب تتقدها مزيان كتسبرك لها الجناب مزيان وكتزيز ذاك الفائط ايه؟ بلاستيكات جنيبات عاو تتلهم اللوز ايفيلي اولا ايه؟ تباكين واحدة واحدة المريشمات كيكون تاج كتكون مريدات فعلا ايه؟ 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 نعمرهم بوما سخيني فتوق … ايه؟ ايه؟ حاني صحة ! من بعدك صحة بارك الله فيك كان شيء كان شيء الام ديالي الحجر الزمراني كان شيء جميع الاخوات ديالي والاخ ديالي وصديقة عمر بن موسى مونة وصديقة ديالي صديقة طفولة مغزو سعاد في الطربيضة وكانت لنا للدوج دياله الشفاء العاجل وكانت من بداية موفقة ان شاء الله الجمعية ديال مكنس كلهم كلهم والله يفقنا على فعل الخير ان شاء الله شكرا لك بزاف حنا وانتوما شكرا لك بزاف للاختك علينا حفظة اختصاصي في طبخ الحلويات من المكنس مشكورة لكل هذه الاقتراحات المميزة جدا مشهوات وحلويات اللي قدمت لنا خلال هذا الاسبوع اكيدا المستمعات غادي جربوا بزاف دي الاقتراحات وردوا لنا الخبار شكرا لك بزاف حامد حفظة وكل العائلة الزمراني كل العائلة ديالك في المكانت شكرا لك بزاف ومرحبا بتواصلك الدائم وكل المشاركات وكل المستمعات